سؤال سألني سليمان الحمصي هل ندمت على تأييدك للثورة السورية التي نصرتها في كل المحافة؟ أجيبك من الآخر لم ولن أندم يوما على تأييدي للثورة السورية الثورة السورية التي وقفت عليها في بعثة المراقبين هي كانت ثورة ضد الظلم كان شعب يظلم ويقتل ويذبح من طرف نظام غرق في الإجرام إلى حد لا يطاق هذا من حيث المبدأ لكن تحدث أشياء الثورات الطبيعية تكون انتقلاقتها عادلة تأخذ مصار عادل معين بعد ذلك تطغ عليها أشياء خاصة أن الثورة السورية حاربها العالم بلا أدنى شك ولم ينتصر العالم إلى الشعب يذبح من أجل مصارح استراتيجية ليس المجال لبسطة إذن أخي الكريم لا يمكن أبدا أن أندم على دعم الثورة السورية لا ثورة السورية ويكفيها أنها وقفت في ظل النفوذ الإيراني وهذا النفوذ وهذا المشروع الإيراني أناهضه وما زلت أناهضه وما زلت أدرك تماما أن الثورة السورية يجب أن تنصر ويجب أن تنتصر ويجب أن تعود سوريا مستقرة آمنة ويجب أن يحاسب الجنات على جرائمهم بحق الإنساني والإنساني من يقول لك غير هذا الكلام فهو يتوهم هناك أكثر من الأخطاء ارتكبتها المعارضة نظام أجرم واستبد بالناس وبطش بهم وتحول إلى ميليشيات إرهابية جاءت من كل حد بنصيب لقتل الناس هذا أمر آخر المعارضة أيضا ارتكبت ومزقتها الولاءات الخارجية ودخلوا في متهات كثيرة هذا لا يعني أنه يطعن من حيث المبدأ في قداسة حق الدفاع عن النفس الذي لجأ إليه الشعب السوري مجبرا وليس مخيرا إخواني هذه بعض الأسئلة التي أردت الإجابة عليها إن شاء الله سنواصل الإجابة على كثير من الأسئلة لمن لديهم أسئلة يمكن طرحها لصفحاتنا في الفيس بوك أو تويتر أو يرسلون عبر الإيميل الذي يظهر على الشاشة شكرا لكم إخواني الكرام ألقاكم على خير في مداخلات أخرى وأجوبة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله